هايك اضطر وقتا الرئيس الياس الهراوي الراحل يصفعك بالكف ما تحملك يمكن سبب آخر الله يرحم الرئيس الهراوي على كل حال اخر فترة انتبه يعني مش رح تقرب الرواية كلها رح ايك بقول الخلاصة نهائيا ما اعتذر ان الرئيس الياس الهراوي وهو على فراش الموت قال لأحد أصدقائي عم بتشوفوا له حسين قال له صديقي قال له تذلي منه لما سألت السيدة مونة وهي سيدة فاضلة سألتها بعدها تل حضرتك رايسي سمعت من فخامة الرئيس الهذا الكريم قات لهوة طلب السماه من كل من اعتبر انه صار فيه اساءة متبادلة بينه وبينه هذه يمكن على اول مرة تقال او مرة هذا الانتراف واخيرا اعتذر الياس الهراوي انت ندمين على الشي اللي كنتك مضده انا بلاحظاتها لا مش ندمين